يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسية اليوم بزيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي لأن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية والتي تجمع بين البلدين وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي تأكيد ماكرون وستتناول عدد من القضايا وكافة جوانب والموضوعات التعاون المشترك بين البلدين وأهم العلاقات الثنائية بين كل من مصر وفرنسا وكذلك التنسيق السياسي بين البلدين وبين الجانبين المصري والفرنسي أيضا سيتم التباحث في القضايا الأقليمية والدولية والتي تهم كل من مصر وفرنسا هذا كما أوضح المتحدث الرسمي أنه من الهام جدا ومن المقرر أن تتضمن هذه الزيارة كذلك لقاءات مع كل من رئيس الوزراء الفرنسي وأيضا عدد من الوزراء الفرنسي